أهلاً بحضراتكم من جديد إحنا يعني بنعيش الأيام دي أجواء انتصارات أكتوبر المجيدة وبنستعيد ذكريات أكتوبر ومبارح سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال إنه 6 أكتوبر هو يوم العزة والكرامة ويوم النصر ويوم البطولات اللي صنعها رجال القوات المسلحة بدماءهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهارة العالم كله عشان كده مهم جداً إنه الأجيال اللي موجودة دلوقتي تستلهم روح أكتوبر وتعرف إن قد إيه العبقرية العسكرية المصرية إدرت إنها تتحدى المستحيل وتستعيد مرة تانية جزء غالي من تروب بلدنا الغالية خلونا دلوقتي نرحب بضفنا في الاستوديو النهاردة لواء محمد أشهاوي مستشار كلية القادة والأركان صباح الخير على حضرتك يا أهلاً بيك يا فنم والساعدة المشاهدين يا أهلاً بيك فنمو كل صناعة طيبة أنت طيبة أهلاً يا فنمو كل صناعة حضرتك طيبة ممكن أداء سيد رئيس عبد الفتاح السيسي أمس للتحية العسكرية لأبطالنا في حرب أكتوبر مشهد لفت أنظر الجميع طبعا هو أمس في الندوة التثقفية 36 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 الحرب أكتوبر المجيدة وتقديم التحية العسكرية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة من القوات المسلحة بزل الجهد والعرق في حرب أكتوبر المجيدة وهم رجال الكتيبة 139 صحقة ده بيقول أن الدولة بتقدر كل من يبذل الجهد وكل من يبذل العرق في سبيل رفع راية هذا الوطن في سبيل استرداد الأرض واسترداد العرض واسترداد الكرام احنا شفنا دية بتقول لكل الشعب المصري أنه لابد أن يكون هناك عمل في كل موقع وفي كل مكان احنا شفنا حرب أكتوبر المجيدة هذه الحرب التي ما زالت نتائبها تدرس في كل الأكاديميات والمعاهد العسكرية العليا والتي كانت معجزة على أي مقياس عسكري ليه؟ لأن الأمة خرجت من خنادق اليأس إلى شواطئ الأمل والرجاء وكان الحرب أكتوبر روح الروح دي هي بنشوفها دلوقتي شفناها في تطهير سيناء من الإرهاب والإرهابين وشفناها في القضاء على الإخوان الإخوان التي كانت تتسم بالدغمائية والديماغوئية والديستوبيا كانت هناك فوضى خلال سنة حكم الإخوان لا روح أكتوبر هي التي قضت على الإخوان وعلشان كده بنقول إن إحنا هذه الحرب العظيمة اللي تعتبر الوسام على صدر كل مصري وكل عربي إحنا بنحتفل بيها وتمر الذكرى 49 عشان تبث في نفوس الأجيال في نفوس الشباب للرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يضع الشباب نصب عينيه وبيتكلم وبيقول إن إحنا يجب أن هناك قوى الشر بتبث سمومها في شرايين الوطن من خلال الشائعات الشباب اللي قاموا بحرب أكتوبر 73 وستشهد منهم الكثير وشفنا أبطال منهم أمس على خشبة المسرح وكل قارة القوات المسلحة ورئيس الجمهورية أدت تحية العسكرية لهم هم الشباب اللي قضوا على القتلة الصلبة للإرهابيين هم الشباب اللي هم بيقوموا بتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة في كل ربوع الوطن من خلال نظرية تسمى نظرية الدفع القوية في تنفيذ المشروعات وديك يعني عالم كبير في الاقتصاد يسمى روزنشتاين رودان هو بيقول لما تيجي تعمل استثمارات تحطهاش في مكان واحد انشر على كل ربوع الوطن بنلاقي الاستثمارات في سيناء نفسها البقعة الغالية على قلب كل مصري في 312 مشروع بيتكلفه 195 مليار جنيه ده اللي احنا شفناه في تقديم التحية العسكرية إجلال وتقدير لكل من يبزل الجهد وكل من يبزل العرق وعلشان كده بنقول أن هذه الحرب العظيمة وإحنا يعني بنحتفل بيها لازم ندعم مشروعات التنمية من خلال الشباب اللي هم قاطرة التنمية في كل تلك المشروعات صحيح ولازم نتكلم كمان بشكل تفصيلي عن إرادة الشعب المصري اللي تجسدت في حرب أكتوبا وشفنا نباريحنا فيلم إرادة وطن وهو بيعرض وكلمة البطل محمد أنورسادات وبقول هذا الشعب هو صاحب السلاح الذي حقق النصر ليس سلاحا مصنوعا من الحديد ولا الفلاز ولكن مصنوعا من الإيمان مصنوعا من الصبر مصنوعا من قوة الاحتمال نعم نحن نتكلم عن إرادة الشعب المصري ده سؤال مهم جدا أنا بقول أن الإرادة إرادة المصرية الإرادة الشعبية كان لها دور كبير في هذه الحرب الإرادة الشعبية المصرية أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وأضافتها على عناصر حساب قوة دولة الشاملة أمريكا نفسها خدت الإرادة الشعبية من الشعب المصري إزاي نحن نعلم أن قوة دولة الشاملة لها عناصر قوة اقتصادية قوة عسكرية قوة سياسية قوة ذكية قوة نعمة قوة تكنولوجية كل الكلام ده خدت من الشعب المصري تضرب كل هذه المحصلة في الإرادة الشعبية لو الإرادة الشعبية واحد صحيح ده بتبقى المحصلة كبيرة وما لو ما فيش إرادة والإرادة صفر تبقى قوة الدولة الشاملة صفر أي حاجة تضرب في الصفر الإرادة الشعبية خدوها من الشعب المصري من وقفته ومساندته لقواته المسلحة احنا شفنا في حرب 67 ودي اللي قادتنا إلى هذا النصر العظيم وتطوير القوات المسلحة وهيكلة القوات المسلحة كانت هناك هزيمة قاسية رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أيام بيتنحى في أي دولة أخرى كان خلاص الناس يقول لك تنحى فضلا لكن لا الشعب كله عن بكرة أبيبي يتمسك بالزعيم والقائد حتى يمكن استرداد الكرام واسترداد الأرض باسمها الإرادة الشعبية ساعدتنا في هذه الحرب وكان مركز الثقل المصري كل دولة لها مركز ثقل حاجة كده كان مركز الثقل هو الإرادة الشعبية الشعب صبر تحمل في خلال حرب للسنزاب اللي استمرت 1041 يوم كانت فرصة لقواتنا أنها تتضرب أنها تعزز قدراتها العسكرية تعيد البنية تقوم بتعيد بنيتها وتجهيز مصرح العمليات للحرب وعلشان كده كانت حرب للسنزاب التي كان لها هدف الهدف هو كسر حاجز الخوف بين الجند المصري والجند الإسرائيلي الجند المصري اللي شافه في 67 وهذه المقاسية زي أننا أقوي وما يخافش من الجند الإسرائيلي وإحداث أكبر قدر من الخسائر في الأفراد والأسلحة والمعدات الإسرائيلية وخفض روحهم المعنوية من خلال إيه بقى اللي حصل الإغارة يعني إغارة يعني كل وحدة على الجبهة بالليل كده بتبعث أفراد من عندها يغيروا على مواقع العدو على خط برليف ويجيبوا أسيري يجيبوا إسلاح يجيبوا خرايط يرسموا الموقع فردين اتنين من كل لواء الليواء ده وحدة كبيرة بعد ما يرجعوا ويبقى عندهم فخة يقوم يقولوا الاتنين دول يبقوا جماعة جماعة تبقى فصيلة الفصيلة سرية حتى كتيبة يعني 500 فرد بيقوموا في سناء الاستنزاب وعلشان كده لما جاءت حرب أكتوبر يعني كانت تعتبر عملية سهلة بالنسبة لما حدث في أثناء فترة الاستنزاب هذا هو الجيش المصري اللي هو بيبزل الجهد والعرق ويحمي الحدود ويحمي المقدرات والمكتسبات طيب ستلوة تحدث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي عن أنه من معركة الكرامة والعزة في نصر أكتوبر إلى معارك البناء والتنمية ويمكن إحنا لما دلوقتي بنعمل ندوات تثقفية ونتحدث طول الوقت عن انتصارات أكتوبر غير أن إحنا بنحتفل بذكرى النصر وأسترداد الأرض إحنا كمان هدفنا بشكل كبير الأجيال الموجودة دلوقتي تعي وتفهم الكثير عن هذه المرحلة برأيك أهم النقاط اللي المفروض توصل للأجيال الموجودة دلوقتي عن حرب أكتوبر هو أول حاجة طبعا التوعية والوعي وتشكيل الوجدان من خلال القدوة يعني اللي شفناه ببارح ده بيجسد قدوة قدوة رئيس جمهورية يحيي قادة من القوات المسلحة قاموا بإنجاز كبير وبالتالي بيكرمهم قدام الحاضرين في مركز المنارة وقدام الشعب كله وقدمهم عتزار كمان وقدمهم عتزار كمان عن التأثير في حقومة وقدم عتزار طبعا إحنا يعني عايز أقول أن 80 ألف مقاتل كانوا موجة العبور الأولى مش هنكرم كل 80 ألف أو من بقى من 80 ألف لكن بيجي الوقت للتكريم كل من بزل الجهد دي رسالة مهمة جدا الرسالة الثانية في القدوة أن احنا بنقول يعني نبرز الناس اللي بزلوا دمهم الشهداء اللي التاريخ بيقول لولا الشهداء ما كانت مصر الحضارة وما استطاعت أن تصد أعدائها وتحافظ على كل ذرة رب من أرضها دايما الشهداء دولا بيعتبروا مثل وقدوة شهيد هقول على اتنين شهيد فقط أو شهدين أو شهيدان الشهيد الأول يسمى اللغم البشري إيه لغم بشري؟ أيوة فرض لما خلصت الزخيرة وكان الكلام ده يوم 6 أكتوبر وكان من المصاعب ومن المعوقات أن فيه دبابات حتتدخل في عملية العبور القناة في مناطق مرتفعة سمام الصاطب الدبابات وبعد كده بتطلق فطبعا حمامها ونيرانها وبالتالي بتحبط أي عملية للعبور أو الاقتحام لا قوتنا أبرت عناصر سعقة علشان تعطلهم تعطلهم 6 ساعات حتى يتم عملية العبور ترجمة نانسي قنقر